عمر بن عبد العزيز هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم وأمه أم عاصم بن تعاصم بن عمر بن الخطاب ولد في المدينة المنورة سنة 26 للهجرة على الأرجح ونشأ بها بناء على رغبة أبيه الذي تولى إمارة مصر بعد ولادة عمر بثلاث سنوات سنة 65 للهجرة فنشأ بين أخواله من أسرة عمر بن الخطاب ونهل من علم علمائها من بقية الصحابة وكبار التابعين حتى صار من كبار الفقهاء علما وعملا ظل عمر في المدينة حتى سنة 58 للهجرة وهي السنة التي توفي فيها أبوه فاستدعاه عمه عبد الملك بن مروان إلى دمشق وخلطه بأبنائه وزوجه ابنته فاطمة ثم عينه وليا على منطقة خناصرة شمالي شرقي الشام ثم عينه ابن عمه للوليد بن عبد الملك وليا على المدينة المنورة فكان ذلك مصدر سعادة لعمر ولأهل المدينة جميعا ونعم الناس في فترة ولايته عليها من 87 إلى 93 للهجرة بالعدل والأمن وأشرك معه أهل العلم والفضل منهم في إدارة أمور الولاية أخذ عمر بن عبد العزيز منذ أن ولي الخلافة في بدل كل ما يملك من طاقة وما يتمتع به من خبرة في إصلاح أمور الدولة واستقرار الأمن ونشر الرخاء والعدل وتحقيق الكفاية والوفرة في كل أنحائها والحرص على مال المسلمين وإنفاقه في وجوهه المشروعة وحسن التصرف في الأمور والدقة في اختيار الولاة والقضاة وسائر كبار رجال الدولة وتحقيق التوازن بين طبقات المجتمع ومجادلة الخارجين على الدولة بالحسنة لإقناعهم بالعودة إلى حظيرة الجماعة وقد صرت تلك الروح في كل ناحية من نواحي الحياة في الأمة الإسلامية فعمها الرخاء وسادت فيها الكفاية والعدالة الاجتماعية حتى إن عمال الصدقات كانوا يبحثون عن الفقراء لإعطائهم فلا يجدون رأى عمر بن عبد العزيز أن الدولة اتسعت كثيرا وأن كثيرا من المشاكل والأخطاء نشأت من ذلك الاتساع فرأى وقف الفتوحات والاهتمام بنشر الإسلام في البلاد التي تم فتحها وإرسال الدعاة والعلماء لدعوة الناس بدلا من إرسال الجيوش والحملات وقد أثمرت تلك الجهود نتائج محمودة فأقبل أبناء الشعوب المفتوحة على اعتناق الإسلام يجذبهم إليه سمعة الخليفة الحسنة وسمو أخلاقه ونبله وعدله الذي تجاوز حدود دولته إلى غيرها من الدول فكان موضع إعجاب وتقدير وحمد وثناء من أهلها وبخاصة الدولة البيزنطية وقد استمرت خلافة عمر سنتين وبضعة أشهر شهدت فيها الدولة إصلاحات عظيمة في الداخل والخارج وامتلأت الأرض نورا وعدلا وسماحة ورحمة وتجدد الأمل في النفوس بإمكان عودة حكم الراشدين واقعا ملموسا وحقيقة لا خيال وأن يقام المعوج وينصلح الفاسد ويرد المنحرف إلى جادة الصواب إذا استشعر الحاكم مسؤوليته عن الأمة أمام الله واستعان بأهل الصلاح من ذوي الكفاءة والقدرة ومن ثم فليس بغريب أن يطلق على عمر خامس الخلفاء الراشدين ويكون مهودع تقدير أشد الفرق عداء لبني أمية كالشيعة والخوارج وتوفي عمر بن عبد العزيز في أواخر شهر رجب سنة 101 للهجرة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة